عقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعه الأول بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة هذا وتم انتخاب كل من المهندس خالد عبد العزيز رئيسا لمجلس الأمناء والدكتورة عهود وافي نائبا لرئيس مجلس الأمناء والنائب محمد الجرحي أمينا لصندوق التحالف كما تم انتخاب كل من الدكتورة ماردريت ساروفيم والسيد محمود فؤاد عضوين للمكتب التنفيذي للتحالف وقد أصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مقرم رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كما تم خلال الاقتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيدا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني عقاد لها